السائلة تسأل وتقول بينه وبين زوجي حاجات مشاكل كتيرة على حاجات هيفة جدا وتفهى وبيدأ في كل صغيرة وكبيرة فأنا بتحرج من كلامه أو من هذا التدقيق الشديد والتعليق الشديد على كل صغيرة وكبيرة وبسكت لكن مع مرور الوقت أدى ذلك إلى عدم التحمل أي تحمل أي كلام بسبب التعليق على كل صغيرة وكبيرة فماذا أفعل؟ أقول بالله التوفيق الأصل أن الحياة الزوجية يعني قائمة على مبدأ التكامل والزوج قوامة الزوج على زوجته قوامة رحمة الأخذ بمصالح الدين ومصالح الدنيا والتضييق الشديد ليس من العشرة بالمعروف قال الله سبحانه وعاشروا هن بالمعروف ففي فرق بين أن يكون فيه نوع من النصح لترشيد الأمور ويكون بالرفق وبالطريقة التي تكون مقبولة يعني لا تصل إلى مرحلة المشاكل يعني الإشكالية لما بيكون فيه تعليق سواء من الزوج على الزوجة أو الزوج على الزوج الأصل أن التعليق ده يصدر بطريقة تجعل الطرف الآخر يسارع فيه القبول وينفذ النصيحة مشمولة بالمودة مشمولة بالحب علينا أن نحن نعمل كذا علشان كذا وهكذا يستمع بعضنا إلى بعض فنحرص على ذلك اللي بيكبر المشاكل وجعلها تصل إلى هذه المرحلة هي مسألة عدم المناقشة وترك التراقمات من هذا من الأخطاء في الحياة الزوجية الأصل لما يكون فيه أشياء يعني تحدث ضغينة تحدث يعني نوع من الغضب تحدث نوع من الزعل بين الزوج والزوجة في الحالة دي تنسارع به بالمناقشة والله الموقف ده الطريقة دي بتأثر علي طريقة دي لا تصلح هذه الطريقة بتجعلني أجد في نفسي حزنا فأتمنى لما يكون فيه نصيحة تكون بالطريقة الفلانية تنصر هكذا لا نترك الأمور تتراكم لنصل إلى هذه المرحلة فجلسة يعني نصيحتي في هذا الأمر جلسة تذكير بالله سبحانه وتعالى استعانى بالله عز وجل لجء إلى الله عز وجل نقول يا ربي أصلح بيننا وألف بين قلوبنا ثم بعد ذلك نضع النقاط على الحروف والأمور التي فيها تضييق هذه أو التي فيها مشحنات على أشياء لا تصلح أنها تكون بمثل هذه الشدة ردة الفئل الشديدة على الأمر الصغير هذا أيضا يتنافى مع العشرة بالمعروف ونطلب الرفق ونذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خير وضع فيهم الرفق أسأل الله عز وجل أن يصلح الحال ترجمة نانسي قنقر